ترجمة نانسي قنقر لشخص شيخنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لا يكاد يختلف على ذلك أحد منا أبدا وكلنا ثقة في علمه وأخلاقه وفضله ووعيه وإخلاصه للأزهر وللعروبة والإسلام بل للإنسانية جمعا ندرك جيدا أنه يجيد كراءة الخريطة الوطنية والخريطة الإقليمية والخريطة العالمية ويدرك إدراكا واعيا وحصيفا كيف يتحاور مع المتغيرات وكيف يلبي متطلبات كافة الجوانب وكيف يقود سفينة أزهرنا الشريفة رابعا لكن يثيرنا كل الإثارة هذا التجاوز الملحوظ والبارز والمستفز الذي يمارسه المستشار القانوني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إننا لا ندري مسوقا لحضور المستشار جلسات مجمع البحوث وجلسات المجلس الأعلى للأزهر وجلسات مجلس حكماء المسلمين والجلسات التي تنعقد لتفعيل قناة الأزهر وفي كل اللجان المتعلقة بالمشيخة الموقرة كما أن لنا لا ندري الصفة التي تخول للسيد المستشار أن يكون عضوا بلغة اختيار القيادات وبخاصة القيادات الجامعية في جامعتنا العريقة العظمى نحن نعاني من تعيين القيادات الجامعية وعشان كده الرسالة الثانية عبد المنزال فضيلة الرئيس الجمهورية يا سات الرئيس انت اجتمعت مع فئات ممثلة للمجتمع المختلفة وأنا شخصيا فرحان المحرك بتتناقى معهم لكن احنا كنادي نظهر بعثنا مسيادة الرئيس عدة مرات بنقوله احنا بيشرفنا نقعد معرك ننقلك وجد نظام فهل ترضى يا سيادة الرئيس أن يظلم الأزهر والعلماء في عهدك أخرج قرارك بتعيينه رئيسا للجمع شخصيا xD نظرك السيادة الرئيس باسم هؤلاء Dionison andенные العلماء الاجلاء وهؤؤلاء النواب الفضلاء الذين ما دفعهم رب في دنيا ولكن الحفاظ على مصر وعلى الأزهر فحيث تسود العدالة يسود الأمن في وطننا وحيث يكون الظلم لا يكون هناك أمان فنناشدك باسم الله وباسم الحق وباسم الأزهر أن تصدر قرارك الحاسم فلا إنقاذ للأزهر بعد الله إلا بصر